السلام عليكم ورحمة الله يروى أن في البصرة كان هناك من المجاذيب كثير وهؤلاء كانوا يتقربون إلى الله بالعزلة وبالتصوف ولبس الخشن وكان بعض الناس يستصغر هؤلاء وتزدريهم أعينهم فيصلطون عليهم الصبية فلما أن لاحقوا أحدهم يقول الإمام البصري كنت جارسا في مسجد فدخل علي رجل خائفا هاربا من هؤلاء فنظر إلي وقد كانت في أزمة حالتي فنظر مبتسما وقال كل الحوادث وإن تعظمت فموصول بها فرج يقول فضحكت منه وهنا يأتي قول الإمام الشافعي رحمه الله حيث يقول ضاقت واستحكمت حلقاتها حتى إذا استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج هذه القصة حقيقة تعودنا أمر في حياتنا وهي مقولة شهيرة إذا تعظمت الأحداث وتناهت فموصول بها فرج هذا الفرج يدعوك أن تحزن لكن أن لا تتعود الحزن إذا أصابك أمر فاحزن فذلك طيب لكن لا تتعاظم ذلك الحزن فتتعوده واعلم أنك إن لمت نفسك على ما يمر بك من خطب فإن الملامة لا تجد فيها طب واعلم أن الطب الذي تبحث إنما في عدم تعود الحزن والحزن أيها الأحبة حق في مشاعرنا فلما أن نرى أن الحب قد تغير من فحواه وأمله إلى أطماع سبعية وأن الناس قد حولت هذه المشاعر السامية إلى مساحات جسدية يطلبها الجسد وتنتهي الأمر فلا تتعود الحزن احزن ولكن احذر تعود الحزن إنك تؤتي الناس الخير وتأتيهم بالخدمة وتعمل على راحتهم وتسعى لسد حاجتهم وتعطيهم ولا تسألهم وتمنحهم وتهبهم ثم يقابلونك أحيانا بالجفاء ويقابلونك أحيانا بالحزن أي يصيبوك حزنا فلا تتعود الحزن احزن فذلك خير ولكن لا تستمر بحزنك احذر فإنما التعود بالحزن أسأ لا تتعود جلد الذات فإن جلد الذات لا يأتي بالعلاج وتعود أن الحزن يأتي على المصيبة في لحظتها ثم انهض ولا تتعود الحزن لما أن ترى أن الخير قد وئد في مهده ولما أن ترى أن الحق قد غيب من منصبه ولما أن ترى أن أهل الحق قد غابوا وأن الأحباب قد فقدوا لا تحزن لا تحزن أي لا تتعود الحزن فمن قال لنا لا تحزن نقول له نعم لا نحزن لكن القصد أننا لا تتعود الحزن فيكون سمت في هيئتك ويكون طبع عليك فالناس تتغاضاك وتتجافاك اعلم أن الإنسان رغبات فلما أن تجد وأنت بين أحبابك قد أصبحت وحيدا فاعلم إن النفس قد طاقت إلى ربها بعضا من خلواتها فلا تحزن ولا تتعود الحزن إنما ذلك خير لك إن شاء الله أي أزمة نمر بها ربما تؤثر علينا ربما تؤثر على أحبابنا على من حولنا ربما 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 نتوقع منها الأذى والأسى الكثير ولكن لا تتعود الحزن اجعل حزنك على قدر مشكلتك ثم اعبرها فإن الله سبحانه وتعالى كفير بها ارضى واجعل نفسك ممن يطمحون ارضى فإن محور الرضا أن تقتنع بالموجود واطمح فإن محور الطموح أن ترضى بالموجود وتبحث عن المفقود لا تتعود الحزن فإن كل مشكلة وإن تناهت فموصول بها فرق